تزامنا مع تسجيل المحافظة لحادثة اختصاب وقتل طفلة في قضاء الزبير غرب البصرة واستياد حالات الطلاق والعنف ضد المرأة والمسنين احتضنت قاعة المركز الثقافي في جامعة البصرة ندوة علمية بهدف مشاركة جميع الجهات المعنية والتحجيم العنف الأسري الذي سجل أعلى الأرقام خلال العام الماضي لأسباب تراوحت بين الإهمال الأسري والضغوطات النفسية إهمال أولياء الأمور لأبنائهم الثقافات السائدة في داخل المجتمعات على اعتبار والي الأمر هو من يملك صلاحيات كاملة لتأديب أبناء أو زوجته والكثير والكثير من العوامل التي تختلف من شخص لآخر تبعاً لثقافته وتنشئته وما حمله من أرث وعقد من الماضي إدمان المخدرات والكحول تشخص كأسباب الرئيسة للاعتداءات الأسرية على المرأة والطفل ما يولد ذلك ضرورة مليحة للخروج بمقررات عملية تخدم الإنسان الذي يدمن على المخدرات وعلى الخمور يكون مضطرب نفسياً لذلك فالسلوك الذي يصدر منهم مضطرب والعنف الأسري ما هو إلا سلوك مضطرب السبب الآخر هو القبول هذا العنف الأسري الاجتماعياً هناك عادات والثقاليد تؤيد العنف الأسري كوسيلة للتأديب وهو نوع الفهم الخاطئ للتعاليم الدينية الفهم الخاطئ للقوامة نخرج بمجموعة من التوصيات نحاول أن نحولها إلى واقع عمل من أجل فعالية وتأهير هذه الظاهرة لبناء إنسان حقيقي على الأسرة والمجتمع واجب مشترك لحماية الأطفال من العنف من خلال تنمية الجوانب الخاصة بكيفية المحافظة على الأطفال في سن مبكرة من التشرد والضرب والعمل الشاق من دخل جامعة البصر أركان تقي قناة التغيير ترجمة نانسي قنقر